اين تدفن الاراضي الميتة وهي التراب فعروق الرافدين تجف وموارده تنضب شيخوخة وموت بطيء تصيب الخارطة المنتدة منذ سنين ومحطة انظار العالم التي تلهج بنهرين عظيمين رسمان للتاريخ لوحاتا واثار على مدار العصور وانعطفت معهما حضارة الانسانية التي بتت متوحشة تأكل بعضها بعضا ويسيطر القوي على الضعيف تركيا وايران يتجاوزان الخطوط الحمراء ويواصلان سياسة العطش المميتة لملايين العراقيين دون اكتراث لحقوق الجار وقوانين المياه وانظمة الدول التي ضاعت بين ضعف بغداد ومشاريع البلدين الضخمة الجاثمة على شرائين العراق فبدت سدودهم كجلطات اصابت قلب العراق ومع اتعطل الحوارات وتوقف الاتفاقات ذهبت الانظار وعلت المطالب بالضغط اقتصاديا من خلال عدم الاكتفاء بالتلويح بالقطيعة الاقتصادية وتطبيق تلك القطيعة على ارض الواقع وفي لغة الارقام المفهومة لبلدين فان العراق ثاني المستوردين للصادرات الايرانية بعد ان تجاوزت ثمانية مليارات دولار خلال عام واحد ومن تركيا وصلت الى حوالي ثمانية عشر مليار دولار ما يعني ورقة رابحة للعراق اذا ما استثمرها لضرب البلدين اقتصاديا في ظل عجز سياسي وعسكري لكنها الارادة وحدها من تتمكن بالبحث عن اسواق جديدة بعيدا عن جارين مرين يصفهم العراقيون وهم يتذوقون ما تبقى من انهار العراق فتركيا تتحكم بدجل والفرات وايران على عشرات الانهر الفرعية المغذية الاراضة زراعية من ديال حتى البصرة اصابها العطش والموت فالوطن ومياهه وسيادته اهم من بضائع وحفنة من الدولارات يتاجر بها المقامرون بسر الحضارة فالاقتصاد مقابل المياه تطبيق لا شعار هكذا تعيش البلدان علي اسد الرشيد